كالكثير من الأطفال في مخيمات النزوح أوجعته موجة السقيع الباردة التي يعاني منها هنا في محافظة أبيان حيث يقع مخيم النازحين الذي لجأت إليه المئات من الأسر من محافظتي الحديدة وتعز حيث تقيم في هذه الأكواخ التي تحتضن أوجاعهم ومكانا يضم أجسادهم المتعبة بعيدا عن القصف العشوائي للميليشيات الإنقلابية على قرىهم ومساكنهم أكثر من 300 طفل يعيشون في هذه الأكواخ المبنية من القش برفقة أسرهم التي تجاوزت الألف أسرة في قرية الوادي التابعة لمنطقة الكود غرب مدينة زنجوبار وفيها استقر بهم الحال كالكثير من النازحين الذين وجدوا خارج المدن وأريافها أماكن مناسبة للإقامة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وصعوبة الحصول على فرص عمل جيدة أكثر الأمراض للأطفال من النامس وقد استعبوا من جميع أيام مرض الكوليرة بسبة النامس هذا شوء التغذية التغذية ما فيش والعلاجات برضو ما نقدر عليها في وجوه الأطفال كالكبار تبدو المعاناة واحدة حيث تتسع حدة الأوجاع في واحدة من أكثر صور الحرب إيلاما إذ كانت سببا في حرمان آلاف الأطفال من الحصول على حياة كريمة كما ألقت بهم في العراء عرضة للجوع والأمراض حيث أكدت التقارير الطبية في مستشفيات المحافظة أن أكثر الحالات التي يتم تسجيلها لأمراض كالكوليرة وسوء التغذية هي لأطفال النازحين نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية التي تشكل ثانية أسوأ نتيجة بعد حرب الميليشيات الإنقلابية على اليمن واليمنيين لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان